منطقة أم خشم في محافظة النجف أقدم وأكبر مقبرة تاريخية في العراق وأبرز المعالم الأثرية في شرق الأوسط تعاني كغيرها من المناطق الأثرية العراقية من السرقة بسبب غياب الأمن والإهمال بعد احتلال العراق عام 2003 مقبرة أم خشم المسيحية تعتبر واحدة من أهم وأقدم المقابر المسيحية في العراق والشرق الأوسط مساحة هذا المقبرة ما يقارب 3540 ألف متر مربع عام 2003 عند اشتياح الاحتلال الأمريكي للعراق تم نهب جزء من هذا المقبرة واستخراج جثث الموتى وسرقة المحتويات هذه الحفر في الأرض هي عمليات نبش غير قانونية من قبل مهربي الآثار وسرقة مقتنيات الموتى التي كانت تدفن معهم أثناء حكم المناظرة في العراق يدفن معه المقطع الأثرية التي يملكها ذلك الشخص ومن بعد ذلك يدفن فوقه من واحد إلى ست فخاريات تكون كبيرة تحاجم تدفن فوق الجثة لذلك طريقة النبش يستدلون بوجود هذا القبور من خلال تلك الفخاريات الكبيرة الجزء كبير من هذه المنطقة للأسف الشديد حصل عليه تجاوز النبش هو الطريقة الغير علمية لاستخراج الآثار والهدف منها السرقة بالفعل حدثت هنا في هذه المنطقة التي ترونها هنا وهناك أعمال نبش وسرقة للقبور رئيسة هيئة الآثار أسيل الطالقاني أقرت بأن تقصير الجهات الأمنية في حماية الأماكن الأثرية ساعد بالتجاوز على الآثار في النجف غياب القانون بزيادة التجاوزات وعدم مساعدة الجهات الأمنية مع الدوائر المدنية أكيد سنرى تجاوزات كثيرة داخل المدينة فمن هذا المكان من قناتكم الموقرة ندعو الأجهزة الأمنية بحماية الآثار لأننا نعرف الآثار مثل ما كان تاريخ اليوم وباشر ومستقبلنا سيكون أيضا تاريخ لأجياننا القادمة فنتمنى بأن الآثار النجف هي تبقى آثار شاخصة وتمثل حقيقة وعمق مدينة النجف وتبقى عمليات التنقيب التي أجرتها دائرة آثار النجف في المنطقة لا ترقى لحجم مساحة المقبرة والتي تحتوي أجزاء كبيرة منها على كنوز آثارية ثمينة بحسب الخبراء